رب العالمين يرسل رسالة رسمية بيد جبرايل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والموضوع ما يلي إن ربك يقرأك السلام ويقول إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجرة رب العالمين هذا الحكم يريد يقوله للنبي بس يجيب فرد مثال اللي كلنا يعرفه الثمرة إذا نضجت على الشجرة فلابد من اقتطافها إذا لم تقطف الثمرة فإن أشعة الشمس والرياح تفسدانها جبرايل يقول النبي الله يقول لك إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجرة فإذا أينع الثمر أينعه ونضج فلا دواء له إلا اشتباؤه لا بد من اختياره ولا بد من قطفه وإلا إذا أن هذه الثمرة ما اقتطفت في الوقت المناسب بعد النضج أفسدته الشمس يعني الشمس تفسد هذه الثمرة وغيرته الرياح ونثرتها الرياح رح تنثر هذه الفاكهة وتسقط على الأرض وتفسد وإن الأبكار البنت الباكرة إذا أدركت أدركنا ما تدرك النساء وفلا دواء لهن إلا البعول وإلا لم يؤمن عليهم من الفتنة لأنهن بشار تترك بتك نضجت ترغب للأمومة ترغب في الجنس ترغب في الارتباط برجل وأنت لا تهيئ لها الطريق الصحيح ولا تبين لها بعد فترة تكتشف أنها عبر الإنترنت اختار الزوج غير المناسب لنفسها وتتمرد عليك وكذلك الأولاد طبعا وكذلك الأولاد وقلنا أن المسارعة إلى تزويج الشباب هي من حقوق الأولاد ترجمة نانسي قنقر